السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف كيف يقوم التلميذ بتفعيل القسم الافتراضي أو حسابه الخاص تعليم بوائم أ فالطريقة فهي سهلة جدا سوف نتتبع نقوم بتتبع هذه الخطوات ان شاء الله اذا اول شي سوف نقوم بكتابة هنا في هذه الخانة www.taclim.ma تعليم.ma ثم نضغط على اوكي او على انتري نعم من بعد كتطلع لنا هات الصفحة هذي هات الصفحة كنكتبو فيها الرقم ديال التلميذ اللي عندنا اللي نشدوه عند السيد المدير نتصله بالسيد المدير هو يعطيه لنا واضافة الى الرقم السري يعني المدير تعليم مؤسسة هو اللي غضي يعطيه لنا مع الرقم السري غالبا كيكون الرقم هو مثلا L L و تابعينه شي ارقام يعني مجموعة من الارقام كتكون تابعه هذا الرقم ديالنا هذا الرقم السري ديالنا كانت تبعولي الاروباسك تعليم .MA يعني هنا في الاول كنكتبو الرقم السري ديالنا ومن بعد كانت تبعولي الاروباسك تعليم .MA ثم كندغطو على سويفون بنسبة المرحلة التانية هو ادخال المودف باس كنقوم بادخال المودف باس اللي عطاني السيد المدير كندخلو هنا ثم كندغط على Connected كندخل المودف باس ثم كندغط على Connected اذا بعد ما نقوم بادخال رقم السري اللي تسلم لهم عند السيد المدير تأتي المرحلة الموالية هو اننا كنقوموا بتغيير هذا الرقم السري كندخلو له رقم سري جديد كندخلو رقم سري جديد كندخلو هنا ثلاث خانات الخانة الاولى كندخلوه فيه رقم السري الاول اللي بعد المدير ثم نقوم باحثنا رقم السري جديد يعني العقم السري Edge في خانة الاولى الخانة الاولى الرقم السري الاول اللي تسلمناه عند السيد المدير الخانة التانية الرقم السري الجديد الخانة التالتة الرقم السري الجديد نعيده كتاباته ثم نضغط على هاد سينيين او كونكتي ثم قديننا هاد المرحلة هادي اللي نأكدو بها الحساب ديالنا قندقط على هاد كون فيجوري دي مانتونو قندقط عليها تطلعوني هنا الخانات الخانات مع عبارة على أسئلة ثلاثة الأسئلة السؤال الأول يكفي أن أضغطه على المثلة على اليمين يعطيني السؤال مثلا كيف هو مكان الإزدياد من أبديك مثلا نضع الجواب في الخانة الثانية في السؤال الثاني مثلا كيف يجب أن يكون في الخانة الثانية مثلا نضع الجواب المدينة التي ولدت فيها الأم دياري سؤال الثالث مثلا نختار ما هي الرياضة المفضلة نختار مثلا نفوت دائما الإجابة بالفرنسية ثم بعد ذلك نضغط على الخانة ثم ندخل ميكروسوفت أوفيس نضغط على نضغط على Teams ثم نضغط على الصفحة المخصصة ديارنا نضغط على وبذلك نكون فعلنا الحساب الخاص ديارنا إذن أي تسأل لأي غمض نرى الإشارة الإجابة عليه إن شاء الله والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر